في انتهاك يضاف إلى قائمة انتهاكات الحوثيين منذ انقلابهم على الدولة وتحويل المناطق التي يسيطرون عليها إلى مناطق مفتوحة لمصادرة الحقوق والحريات ها هي الجماعة تعود مجددا لمصادرة ممتلكات المواطنين تحت مبررات يصفها حقوقيون بالواهية وغير القانونية في جديد انتهاكات صنعة اصدرت ميليشيا الحوثي تعميما بحجز اموال وممتلكات اكثر من 1200 من الشخصيات والكيانات والشركات التجارية الاسماء التي احتواها التعميم شملت قيادات السلطة الشرعية ونشطاء سياسيين وقيادات حزبية بالاضافة إلى قنوات اعلامية ومؤسسات اخرى البنك المركزي وفي اول تعليق له قال ان التعميم الصادر من فرع صنعاء قاطل باعتبار انه صدر تحت تهديد السلاح ومشددا على عدم التعامل مع هذا التعميم وموجها جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بعدم الاكتراث بالتعميم الصادر من فرع صنعاء او من يمثله حقوقيون قالوا ان التعميم يفتقد لاي سند او اساس قانوني لانه لا يحمل اي صفة دستورية فيما اكد رئيس فرع الرصد بمنظمة سامل الحقوق والحريات ان اي خطوات تقوم بها جماعة الحوثي في هذا الخصوص هي اعمال تفتقل للمشروعية ذلك ان الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وعدم المساس بها الاجراء الذي قبل بموجة سخط ورفض كبيرين اعاد الى الاذهان الحقبة التاريخية القديمة وتحديدا عهد الامامة بعد نهب اموال سكان مدينة صنعاء ومنحها كهبة لصالح من اسقطوا بوادر ثورة الحركة الدستورية وهي الحركة الثورية التي شكلت البعد الاول لقيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ضد الظلم والقهر ومصادرة الحقوق والحريات